ازايكم عاملين ايه? اهلا بكم في فيديو جديد ومع قناتكم قنات هلمي نيتو وين والتقييم التاني لموقع اللي هو الجميل ووقع. الكلامنا عنه قبل كده في الحلقة الماضية وخلي بالك. انا في الحلقة اللي فتت كانت من ست ايام بالضبط ست ايام. وكان اه معنا سبعة سنت وكان معايا الاتنين دولار والتمانية سنت وما زالوا في خانة البندنج. وحتى الان انا مش قادر اعمل مهام جديدة انه لسه المبلغ ده في البندنج ومعدل التقريم بتاعي منخفض لازم الفلوس دي تتحول على الاقل سبعين في المية او تمانين في النهاية تتحول عشان نقدر نعمل ستة دولار ونسحبه من هذه المنصة. وده كان التقريم انا بعدنا ستة ايام ولسه ما فيش حد قيم المهام بتاعتي على منصة الجميل ووقع. اه ولكن خلينا معكم للنهاية عشان يكون تقريم نهائي. نيجي بعد كده للخطوة التانية اللي هو اللي هو فون النمبر. تمام? علشان يجي لك مهام او تسكرات بتكون اعلى. او او حسابك في هذه المنصة او تسحب فلوسك من هذه المنصة. لازم تعمل لفون النمبر. فتعالي مع بعض ناخد هذه الخطوة ونقوم بتفعيل الفون نمبر تابعونا ولكن بعد الفاصل انا وسهل بكم من جديد واعود على بعض الفاصل تابعونا بعد دعم للفون نمبر بالضغط هنا على فون نمبر. قال لك يا سيدي ايه زهب الى التليجرام ومال لهم بوت على التليجرام. اه طبعا اسمه نعمل كوبي ونتاجه الى الجرام. اه طبعا نعمل البحث هنا من اعلى من اسفل من فوق كده واقوم ودخل على البوت بتاعهم. وبعد كده تقوم كاتبلهم رقم التليفون. ده اللي احنا عملناها بالضبط. لنا قلت لهم الرقم التليفون اهوا. ولكن مسلا. هلغط هنا. قال لك. زي ما انتم شايفينها كده بالضبط. ضغطنا عليها وقال لك هقول له هنعمل لفون نمبر بدأ ادين كود. انا كنت عملته قبل كده ونفس الكود. طبعا الوع واحد اتنين سبعة اتنين واحد تسعتين اربعتين سبعة تلاتة ونفس الكود اللي هو بالدهولي. مفروض اخذ الاي دي ده. وازغب لمنصة الجمية وابتدي اللي انا احطه في منصة الجمية. بمنتهى سهولة ومنتهى البساطة. ادي الكودة هوا اللي هو واحد اتنين سبعة اتنين واحد تسعة واحد تسعة واحد سبعة تلاتة. واقول له برافاي. بطيدي يقول لي انا بنبراحل هذا الكلام يا جماعة ان مش قادر افعل الشات ان مش شغال. شات البود بتاعهم من تفعيل اركم الهاتف مش شغال لان هنا مش متقبله في الموقع بتاعهم. طيب اه عملنا ايه بعد كده? جينا لاسفل المنصة خالص كده وقلنا الهيلب سنتر. وفتحنا خانة الهيلب سنتر وعملنا ليه اه تيكت عملت تيكت عملت طلب جديد قطوله ان كود اي دي نط واي اه طبعا ويه لو جينا للنص التيكت التيكت هو مفتوح خلي بالك يا جماعة التيكت كان من تسعة ساعات. من تسعة ساعات حاطت التيكت وقال لهم بالنص كده بالانجليزي ان ذاتا اللي جام بود اه ازا كود دي نو كود. اه ازا بلاتفورم منصة طاعتكم دازنت اكسيبت ايت انها مش قابلة هزا الكود. اه اه اريد ان اعمل ايه? اه انا اسعى الى اه طبعا اكتفييت زي فون ننبرا عزا فعلت الرقم الهات البتاعي. اه بكتش اوف زي اه بوبلم يعني انا عملت له للمشكلة اللي هو اللي هو ده. مفترض ان هو ياخد اللينك ده ويفتحه ويشوف المشكلة من هنا. ادي يا جماعة لو انا جينا شوية كده ادي البوتة هوا. ادي الشاتر ايدي الكود بتاعي. وبعد كده اه طبعا دي المشكلة اللي حصلت. اه طبعا حل هاليا باشا. طبعا الكلام ده كان يوم كان اه كان بالامس. كان اتنين سبعة الفين تلاتة وعشرين وكان الساعة عشرة اه مساءا بالليل يعني وتمنتشرة دقيقة. اه طبعا واحنا الصباحا دلوقتي يوم تلاتة سبعة الفين تلاتة وعشرين وساعة تمانية خمسة وتلاتين دقيقة. يعني يتعدينا التسع ساعات كمان. ولكن ما فيش حد سأل فيها في هذه المنصة. يعني فيش حد قال تلتة تلتة كام? ما فيش مشوفين ولا ايه? في المنصة دي. لو انت عملت او حاجة ايه يا ساعة او ساعتين هتلاقي الناس بتكلمك. ولكن هنا متتفهمش وقدين اجازة ولا فئة بالزبط. هنشوف التقريم بتاعهم ونشوف وضعهم ايه? وهنشوف بعد سبعة ايام اللي هو غدا ان شاء الله الفلوس دي هتتحول ولا لأ? نشوف الدنيا فيها ايه? ولكن محدش تشتغل على هزي المنصة. ايوة محدش تشتغل على هزي المنصة. حتى نحصل على التقييم نهائي نهائي مية في المية لهزي المنصة علشان نزبط للجميع ان المنصة يعني يا اما شغالها كويس يا اما لأ يعني كده المبادئ بتكون سيئة. اه طبعا ما فيش نقص للداتا كزيك بحالات ما فيش يعني مش كاتب لك الاحالة بتاخد فلوسك امتى ولا بعد اه اه نشاط امتى بتاع الناس اللي انت بتدعيهم يكون نشط هو ايام المهام قد ايه مش كاتب لك اي حاجة كزلك الشات بتاحهم او الخاصة بالشات او طبعا دعم الفني الحاجات دي كلها بودء جديد جدا. هلأ احنا في اجازة ولا ايه? اه طبعا حاجات ما فيش اجازات يعني ما عندهمش اصلا هما ايه منصة امريكية ما عندهمش حتى هما اعياد هناك. اه الله اعلم دينها يكون فيها ايه? ولكن مع هذه المنصة حتى النهاية حتى يكون فيديو القادم ان شاء الله يكون تقييم نهاية مئة في المية. اه لهذه المنصة ان شاء الله نتوفيق للجميع والسلام عليكم وبركاته مع السلامة.